قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرة ووقف النار في غزة مازالت متواصلة وأضاف في تصريحات لشبكة CNN أن المحادثات مستمرة ولم يتم قطعها أبدا مبينا أن هناك أفكار مستمرة يتم طرحها وسيتم الاستمرار في ذلك حتى تحقيق الهدف المنشود شكري شدد على أن أي تهجير جماعي ناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيكون بمثابة جريمة حرب كما بينا أنه تحدث مع وزيري الخارجي الإسرائيلي والإيراني أيضا لتأكيد على أهمية الحفاظ على الهدوء والسلام في المنطقة مبينا أن الاستهداف المتبادل بين إسرائيل وإيران سيدخل المنطقة في دوامة انتقامية لا تنتهي ولن تؤدي إلا إلى مواجهة واسعة نطاق حثت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على التصويت لمصلحة مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة تترأسها السعودية إنها تدعم بصورة ثابتة طلب الفلسطيني لنيل هذه العضوية في خطوة طال انتظارها وبيّنت أن هذه الخطوة الحاسمة تأتي في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقالت إنه حان الوقت لأن يتم تمكين الشعب الفلسطيني بشكل كامل من ممارسة حقوقه المشروعة على المستوى العالمي مؤكدة ضرورة تصحيح هذا القطأ التاريخي بإنكار مكانة فلسطين المستحقة بين المجتمع الدولي الذي استمر لفترة طويلة وأضافت أن عدم التصويت على مشروع القرار سيكون بمثابة تنازل صارخ لمجلس الأمن عن مسؤوليته في دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية هذا وذكر تقرير طلعت عليه وكالة رويترز الأنباء أن لجنة تابعة لمجلس الأمن تعجز عن إقرار طلب السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وجاء في التقرير أن اللجنة لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير وقال الدبلوماسيون أنه لا يزال من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على التصويت ربما هذا الأسبوع على مشروع قرار يصيب أن تصبح فلسطين عضوا كاملا في المنظمة الدولية ترجمة نانسي قنقر